بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم اليوم عن النظام الجديد لاختبارات دورة الثلاث شهور والست شهور النظام الجديد كله على الكمبيوتر ما فيش ورق خالص مش هيدك ورق الطباعة ولا هيدك ورقة 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 ولا هيدك ورقة اكسل ولا هيدك ورقة اكسز ولا بوربوينت ولا الكلام ده خالص خلاص طب ازاي ركز معي طبعا ده الفيديو التوضيحي اللي ارسلوه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عشان يوضح لكم الصورة فهناخد واحدة واحدة كده وانتكلم مع بعض اختبارات ادخال بيانات اللي هو 6 شهور واستخدام الحاسب اللي هو 3 شهور طريقة اجراء الاختبار ايه هي بقى طريقة اجراء الاختبار ركز معي هنا هنا هيكون المراقب هيعطيك اسم مستخدم وكلمة مرور هنا المراقب هيعطيك اسم مستخدم وكلمة مرور فاول ما تفتح هيقولك ادخل رقب اسم المستخدم تدخله كده وادخل كلمة المرور تدخلها بالشكل ده خلاص اهو تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لتما يتم تزايدكم بقى من المراقبة تمام؟ هتكتب اسم المستخدم هنا وكلمة المرور هنا اهو وتضغط تسجيل الدخول هيفتح لك الشاشة دي اسمك هنا هيكون موجود ده انه مسجل عندهم وهنا اسم المستخدم اللي انت دخلت به وهيفتح لك الشاشة دي ده اختبار سرعة الطباعة ده اختبار الورد الاكسل الباورموينت وهكذا طيب هابدأ مثلا اهو اختبار سرعة الطباعة الاختبارات العملية والنظرية المبرامج المقررة بحسب الدور تمام؟ اول شيء البدء باختبار سرعة الطباعة لازم اختبار سرعة الطباعة خاصة لدورة الست شهور خاصة لدورة الست شهور ليه؟ لانك لو لا قدر الله رصبت في سرعة الطباعة ما بتكملش الاختبار خلاص بقول لك رصبت سرعة الطباعة ما بتكملش الاختبار خلاص فخاصة للست شهور او كله يبدأ بسرعة الطباعة ما فيش مشكلة اهو تضغط هنا هضغط هنا لو جات لي ركز في الرسالة اللي جات دي اما اضغط اهو بدق الامتحان شوف الرسالة دي open exam ما تقولوش cancel لو جات لك الرسالة دي تقولوه open exam بالشكل ده هيفتح لك شاشة فيها قطعة زي دي كده هيفتح لك شاشة فيها قطعة زي دي انت المطلوب منك وانت تبص القطعة وتكتب هنا خلاص ما فيش ورقة ويحسب لك عشر داعي لا البرنامج هو اللي بيحسب والوقت المتبكة عندك اهوه ظاهر اهوه حلو مش لازم كله بقى يبقى مع بعضه والمراقب يقول وقف ولا ابدأ ولا الكلام ده كله خلاص كل واحد مع نفسه اول ما بيضغط بد open exam حيث انه ظاهر له الشاشة بتاعته والعشر دقيق بتوعه شغاليه تمام اهو تبدأ انت تكتب بين الكلام اللي فوق اهو النص اللي فوق ده بتبدأ تكتبه بالزبط اهو وخلي بالك وانت بتكتب ركز كده وانت بتكتب الكلمة اللي انت المفروض بتكتبها عليها مستطيل ليه عشان ما تتهش يعني دي سهلت عليك كتير عشان ما تتهشي انا في انهي سطر في اي كلمة الكلمة اللي انت بتكتبها عليها مستطيل اللي كتبت صح اخضر تشوف اول الغلط اول واحدة عليها غلط ايه ممكن تكون نسيه معايا يعني انت لو كتبت الرقم كتبتها بس غلط هتيجي هي بس اللي غلط وبعدين يشهد التاريخ هيجو صح انما لو نسيت كلمة كل اللي بعدها بتجيلك عليه خط احمر وبتقول لك بالله احمر معناه ان كل ده محسوب لك غلط يعني تروح تضغط هنا وتكتب ايه الكلمة اللي نقصك لو لقيت كلام كتير كده ورا بعضه ورا بعضه الكلام عمال يجيلك غلط اه تمام ركز معايا شوية ركز على الكلمة اللي انت المفروض تكتبها بتبع عليها مستطيل لو انت بتكتب كلمة غيرها يبا انت نسي حاجة يبا انت في حاجة عندك مش مزبوطة خلاص اهو طيب عمل ايه ضغط هنا وكتب الرقمي صحح له كل هو كلمة الرقمي وكل اللي بعد لانه هو كده كده ايه صح ويضغط هنا تاني في الاخر ويبدأ يكتب عليه مرة ويضغط بعدة وهكذا اهو هيضغط في الاخر مسافة مرة خلاص الكلمة اللي هتكتبها غلط هتيجي على حمراء وعلى خط الكلمة اللي هتكتبها صح خضرة تمام ركز في الكلمة اللي علىها مستطيل هي اللي انت المفروض تكتبها الآن حل طيب طيب خلصت خلص الوقت وخلصت هتقول له انهاء وارسال الامتحات خلص الوقت طبعا انت مش هتخلص او ممكن تخلص الفقرة ممكن واحد يخلص الفقرة خلصت الفقرة ما شاء الله وكلها خضرة وتمام خلص انهاء وارسال الاختبار ما انتش مضطرة تراجع تاني مادم شايفها كلها خضرة قدامك كيبه صح خلاص انهاء وارسال الاختبار او في اخر الوقت هو بينهي من نفسه او ينتظرك انك تضغط انهاء وارسال ايا كان اهو تمام هيقول لك هل انت متأكد من انك تود انهاء الاختبار تقول له نعم تمام اوكي طيب في حال الحصول على درجة اقل من الحد الادنى لاجتياز السرعة لدولة ادخال بيانات لن يتاح باقي الاختبار يعني لو انت ست شهور وما جبتش المطلوب السرعة المطلوبة هيقول لك خلاص انت للأسف رصبت في الطباعة واللي بيرصف الطباعة في ست شهور بيرصف الاختبار كله تفضل روح دلوقتي خلاص طيب نجحت طبعا لو رصبت بيقول لك كده عوزر اللي يمكنك متابعة اداء الاختبار بسبب رصبك في اختبار سرعة الطباعة عيور جم راجعت منشأتك الايه التدريب ايه على كله نجحت حلو هيبقى متاح قدامك الايه الاختبارات التانية ما فيش مشكلة فيه لو نجحت هيبقى متاح قدامك الاختبارات التانية ما فيش مشكلة تضغط بقى تختار الورد زي ما اخترت الطباعة كده تختار الورد بدء الامتحان اهو الورد برضو مش تمريه طبعا open exam الورد برضو مش تمريه ده اسئلة اسئلة تمام يعني مش هيديك تمريه كده في ايدك ويقول لك اعمله زي ما كنا بنعمل لا ده اسئلة ازاي يعني هيجيب لك الفقرة دي ويقول لك قم بتمييز لون النص معهد التدريب باللون الاصفر تروح على كلمة معهد التدريب تحدده تحدد الكلام وتروح تعمله تمييز يعني خلفية تضغط هنا وتختار الاصفر زي ما ايه ما اللي بيشرح لنا هيعمل كده بالزبط اهو اهو هيحدد كلمة معهد التدريب وهيروح على لون الخلفية بتاعت النص لون التمييز اهو الاصفر اهو خلاص هيختار اللون الاصفر السؤال اللي بعده ادرج بعده قم بتمييز هزين بس نشوف سؤال سؤال ادرج مربع تروح على ادراج اشكال وتختار مربع وتدرجه طب ادرج مربع نص فارغ واكتب داخله منصة منار من ادراج مربع نص تمام طيب ادرج جدولا فارغا مكون من خمس اعمدة واربع صفوف ادراج جدول ادراج جدول زي ما عملنا اهو ادراج جدول يا اما تختار ادراج جدول ديت يا اما تختار اربع اعمدة وخمس صفوف زي ما هو عايز في الخمس اعمدة واربع صفوف كده يا اما ادراج جدول زي ما احنا متعودين وتكتب له كتابة افضل خمس اعمدة واربع صفوف ايا كان الطريقة اللي انت هتدرج به خلاص هنروح الى اختبار الاكسل اختبار الاكسل ممكن يجيب لك جدول زي كده وقول لك ايه اعمل لي ادرج مخطط عمودي متفاوت المسافات بازهار العمودين نوع السيارة والمجموع هتروح تحدد على السيارات زي ما احنا متفقين تمام وتضغط كنترول وتحدد على المجموع وتروح ادراج المخططات المصابهة كافة المخططات وتروح على العمودي المتفاوت المسياري العمودي المفرق عن بعضه ده وتدريجه تمام هتجيب على الباوربوينت ده طبعا ده يديك سامل يعني سؤال على كل حاجة كده سؤال مثال الباوربوينت جايب لك ايه جايب لك مستطيل وبيقول لك اكتب فيه كلام ضغط ايمين تحرير النص زي ما احنا عارفين وتكتب خلاص اهو ولك اكتب النص المملكة العربية السعودية تكتب النص المملكة العربية السعودية داخل المستطيل في الشريحة خمسة رقم خمسة تشوف الشريحة رقم خمسة فين ما تروحش في اول واحد لا شوفي رقم الشريحة اللي هو بالدهالك وعد ده طبعا مش مبين من الاول ده التانية تالتة الرابعة الخمسة وضغط ايمين اضافت ده طبعا الباور بوينت ده بالنسبة للتلت شهور تمام وتكتب ضغط ايمين تحرير النص وتكتب ال ايه الكلام اوكي طيب انهاء ويرسال الامتحان خلصت الاسئلة الاختبارات العملي هتدخل بقى في ال ايه في الحاجات النظري هيجيب لك شوية اسئلة من المنهج اللي علينا طبعا دي مجرد اسئلة يعني افتراضية سواء يجيب لك اسئلة من المنهج اللي علينا تمام تحل لها بالشكل ده وبرضو لها وقت عشر دقايق تمام اوكي في النهاية خالص انهاء وتسليم الاجاب في النهاية خالص انهاء وتسليم الاجاب طيب ركز معايا كل حاجة لها وقت متبقي كل حاجة كل اختبار له وقت يعني عندي اختبار الورد له وقت اختبار الاسل له وقت اختبار البروير بوينت له وقت اهو الوقت المتبقي بمكتوب هنا اهو جنب السؤال تمام وتقدر تروح على السؤال السابق ترجع تاني لو حسنت انت محلتش صح او اما تخلص السؤال او اما تخلص السؤال تقول له انهاء لا اما تخلص السؤال تقول له السؤال التالي يعني خلصت السؤال تقول له السؤال التالي عايز ترجع للسؤال السابق تقول له السؤال السابق تمام في النهاية خالص في النهاية خالص تقول له انهاء وارسال الاختبار ده في النهاية ما تخلص كل شيء نظري وعملي وتكون خلصت طباعة من الأول وكل شيء إنهاء ورسال الاختبارية وعتضغط عليها إلا في النهاية خالص تمام؟ بتمشي للسؤال اللي بعده السؤال السابق التالي تروح للسؤال اللي قابله من السؤال السابق وقت البرنامج اللي انت شغال فيه بمكتوب هنا بتروح من برنامج لبرنامج خلصت برنامج مثلا زي الورد اهو تمام؟ خلصته السؤال التالي وخلصت السؤال التالي وهكذا عملت كل الأسئلة خلصت الأسئلة بتاعة الورد خالص أو تيجي على اللي أعملها هنا في اهو خلصت الأسئلة بتاعة البرنامج تقوله إنهاء وإرسال الامتحان هيجيب لك الشاشة اللي فيها ايه الاختبارات التانية تختار الاختبار اللي بعده كده اهو خلصت طبعا إنهاء وإرسال الاختبار ايه متأكد ايه متأكد وبعدين تختار الاختبار اللي بعده وهكذا ما تضغطش إنهاء وإرسال الاختبار إلا ما تخلص البرنامج خلصت سؤال السؤال التالي عايز ترجع السؤال السابق وهكذا والوقت بتاع كل الاختبار مكتوب لك هنا خلاص طيب بعد ما تخلص النظري إنهاء وتسليم الإجابة دي النهائية خالص بقا دي النهائية خالص إنهاء وتسليم الإجابة دي آخر شيء خلاص وشكرا يبا أنت كده خلص الاختبار بتاعك تمام طيب يبقى تلخيص يا شباب تلخيص للي بيحصل أول شيء هدخل الوزر نام والباسورد تمام وبعدين هبدأ اتباعة اكتب اكتب الفقرة اللي قدامي والغلط هيجيب لي عليه علامة خط أحمر أصححه وبعدين بعد ما خلص أول وقت يخلص إنهاء وإرسال الامتحان تمام أوكي أدخل لو نجحت في الطبعة هقدر بقى أدخل بالنسبة للستة الشهر هقدر أدخل الورد أدخل الإكسل أدخل أي حاجة تمام أول ما بضغط بيجيب لي رسالة بضغط هنا على open exam مش الكنس open exam أحل الكلام اللي هو بيقوله لي أنفزه السؤال بيبه هنا والوقت المتبقي هنا أنفز الكلام من هنا على المساحة العمل دي وبعدين السؤال التالي السؤال التالي خلصت الورد إنهاء وإرسال الاختبار هيقول لي متأكد أقول له متأكد طيب عايزة أرجع للسؤال السابق برجع للسؤال السابق خلصت الورد إنهاء وإرسال الاختبار دي متأكد أيها متأكد وبعدين أضغط أفتح بقى البنمج اللي بعده اكسل أنفزه خلصته السؤال التالي التالي خلصت الأسئلة برضه إنهاء وإرسال الاختبار وهكذا الباوربوينت بالنسبة لتلات شهور الاكسز الاوتلوك كلام ده كله في النهاية خالص هيجيلي النظري احل النظري تمام وبعد ما خلص النظري النظري فوق بعضهم كده يعني السؤال واحد سؤال اتنين سؤال تلاتة سؤال رقم اربع وهكذا احل النظري وبعد ما خلص خلص النظري وهتأكد ان انا حليت اقول له انهاء وتسليم الاجابة تمام بالشكل ده وبعدين في النهاية خالص تسجيل الخروج بعد ما خلص خالص تسجيل اضغط على كلمة تسجيل الخروج خلاص اوكي